معنا من واشنطن المتحدث وسابق باسم الخارجية الأمريكية سفير آدم أرلي سيد آدم أرحب بك معنا ناسكاينيوزة عربية خطوات أمريكية حثيثة لإعادة إحياء الاتفاق والتفاوض تقابلها تهران بفتور تارة وتصعيد تارة أخرى أخرها اتهامات للوكالة الدولية للتقبض الرية بالتجسس هل اطمأنا تهران لهذه الدرجة لنوايا واشنطن برأيك؟ رأينا هذه المظاهر للشذ والجذب في السابق عادة إيران تستخدم الإحراج والتصعيد ومظاهر وأشكال أخرى من دبلوماسية التأزيم من أجل إحراج خصومها واضح ما تريده إيران تريد رفع العقوبات في أقرب وقت وهي تعتقد أن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي استخدام الضغوط وإقناع الأمريكيين والأوروبيين من أجل استجابة لمطالبها وبطبيعة الحال هي تهدد بتقليص صلاحيات المفاتيشين أو تردهم أو حتى مهاجمات المتعقدين الأمريكيين في أربيل كما فعلت مؤخرا النبأ السار والذي آمل أن يكون صادقا ويتحقق هو أن تقوم إدارة بايدن بمخاطبة إيران بالتالي نحن لسنا متعجلين أو مستعجلين نريد أن نعود للاتفاق لكننا لن نقدم أي تنازلات أو توافقات لإيران فقط من أجل عودة إلى طاولة المفاوضات وهذا ما على إدارة بايدن أن تقوله كما ألمح إلى ذلك يوم الخميس لذلك أعتقد أننا في مرحلة هي شبيهة برقصة ديبلوماسية من قبل كلا الطرفين كل الطرف يحاول أن يناور ويتموقع في موقع جيد قبل بدء التفاوض طبعا سنعود الحديث ونستكمل أيضا التفاصيل الخاصة بهذا الملف حيث تسجل ردود فعل دولية متفاوتة على الحراك الديبلوماسي الذي يهدف لإحياء الاتفاق النووي الإيراني